ربح لا خسارة ليبقى العراقيون هم الرقم الصعب في زمن المؤامرات على بلاد الرافدين ربح في زمن الخسارات اذا بعودة قصة نجاح المصرف العراقي للتجارة ليسجل من جديد عنوان التحدي والاسرار على وضع بصمة الانجاز بالانفاس العراقية هذه المرة يفخر العراقيون بتحقيق المصرف مرتبته الاولى عربيا من حيث اجمالي رأس المال من المستوى الاول والمرتبة الاولى بين المصرف العربية كافضل مصرف من حيث نمو الارباح قبل الضرائب سر خلطة النجاح التي يتقنها المصرف العراقي يقف على مقاديرها وطبخها بمذاق عراقي يخدم العراق اولا مدير عام المصرف فيصل الهيمس الذي يقف على سياسة مصرفية تطور ما يستجد من مصارف عالمية كبرى ومؤسسات مالية حول العالم وتوظيف كل جديد لخدمة الزبائن المصرف يسجل قصة نجاح عراقية خالصة من حيث معدل التكلفة الى الدخل ويوثق هذا التمييز وفق مجلة ذي بانكر العالمية والمختصة في تصنيف بنوك ومصارف العالم وتوفير معلومات تتعلق بالشؤون المالية العالمية كثير من الجراح لكنه نجاح ضخم تسجله عقول عراقية رغم ما يرزح تحته العراق من نزف فساد وبطالة وفقر وارهاب وهذا ما يؤكد ان النجاح يولد من رحم المعاناة وما هو لمفتاح طريق العودة الى الماضي حيث العراق بحضرته وتاريخه وعقول علمائه وخبرائه المصرف العراقي للتجارة يعد اليوم بحسب ذي بانكر الافضل على مستوى العراقي ايضا وهو ما يفتح الباب امامه ليعتبر المنافسة الاول في السوق العربية